قال رئيس جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين رئيسة قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام بجامعة صنعاء عقب رفضها قرارات حوثية تقضي بفصل طلاب عن الطالبات وتقليص أيام الدراسة وذكرت مصادر أن رئيس جامعة صنعاء عين علي حسين حسن العمار رئيسا لقسم الصحافة والنشر بدلا عنها يشار إلى أن طلاب وطالبات كلية الإعلام أعلنوا منذ أيام إضرابا شاملا عن التعليم احتجاجا على قرار الفصل الذي أصدرته جماعة الحوثي ضمن استهدافها وإساءتها المستمرة للطالبات وللمرأة اليمنية